اليوم سنعمل الحموص ومسبحات الحموص والفول كيتو دايت مع الإضافات الحنضيفة سيصبح كيتو دايت سننزل النشويات ويصبح كيتو دايت والمصادر موجودة في صندوق الوصف من الدكتور بيرج هناك استسأل عن الخبز الحليب ممنوع في الكيتو دايت هو صح ممنوع في الكيتو دايت ولكن أنا خرت فقط اللي جبنا القريش من الحليب وضفت عليه البيض والبيض فيه دهون وأصبح كيتو دايت وهذا عن دراسة وعن علم مرحبا بكم أرجعنا لكم مصفة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم يلا على الوصف بنوضع حموص 3 ميدي جرام بنوضع ماء بنتركه من 8 إلى 12 ساعة هيك أصبح جهز بنوضعه بالوعاء بنضيف عليه ماء بنتركه يغلي بنوضع ماء معلقة صغيرة بكم صوداء ونتركه يغلي هيك بعد تقريبا 45 دقيقة المهم انه يكون ناضج متل ما انتو شايفين هيك بنصف الماء منه ونطحنه هذه طحنة أولى بنطحنه وبنوضعه بالتلاجة بعد ما نطحنه بنوضعه في البراد حتى يبرد المهم أول شيء أول طحنه بنطحنه بكون ساخن منشان نسهل عملية الطحن هذه الطحنة الأولى بعد ما نطحنه بنوضعه بالتلاجة حتى يبرد وهيك بعد ما برد بالتلاجة بنوضع عصير الليمون عصير للمونتين بنوضع ملاح معلقة صغيرة بنوضع كوب أو أقل حسب الزوق الطحنة منشان يصبح كيتو ضايت أكثر وصف الطحنة في صندوق الوصف تحت طريقة الطحنة نطحنه جيد هيك أصبح جاهز سوف أرجعكم كيف سنعمل كذا طعم وكذا شكل نوضع زيت الزتون نوضع الدقة التوم والفلفل وزيت الزتون نوضع ممكن نعمله بالشبت نعمل كمان أو أي نوع خضار ممكن في الفلفل الحلو هذا كله بخليه كيتو ضايت أكثر بننزل النشوية بالزيت والطحينة والزوم والماء هيك أصبح جاهز بنزينه في الحمص المسلوق وبالفلفل والسوم والزيت الزتون ممكن نعمل فول نجيب علبة فول ونعملها ندقها نفس الشيء ندقها ونوضع اللمون نوضع السوم والفلفل وملاح وكمون وطحينة ويك أصبح الفول جاهز لا تخافوا هو كيتو ضايت مع الإضافات اللي بنحطها النشوية تنزل أدنى شيء هيك بنعمل دقة لمون وفلفل وصوم ورشة ملاح ورشة كمون هذه الدقة ممكن نعمل مسبحة الفول بنوضع فول بنوضع حمص بنوضع اللي هو الدقة بنحرك جيد بنوضع حمص مسلوق بنوضع دقة بنوضع زيت زيت هيك أصبح كيتو بنعمل مسبحة الحمص بنوضع حمص بنوضع عناصر الكيمية حمص حب مسلوق بنوضع الدقة اللي انتو شفتوها كيف عملنا بنوضع لطحينة بنوضع خليمة الدقة أيضا هذا حسب الزوق بنوضع زيت الزيتون هيك أصبح كيتو صحة وألف عافية والمصادر موجودة تحت في صندوق الوصف ولا تجلقوا هو كيتو دايت ممكن ناكله مع الخس أو خبز الكيتو دايت في أمان الله تزلونا بوصة جديدة تمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة